السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الحبيبات طالبات الصف السادس نستكمل اليوم الجزء الثاني من درس إيجاد الكل بمعلومية الجزء والنسبة المأوية نستطيع من خلال الدرس إيجاد الكل بمعلومية الجزء والنسبة المأوية نفتح مع بعض بيج 191 نقرأ مثال 2 باع طلاب أحد الصفوف تزاكر لعرض مسرحي مدرسي بلغت نسبة ما بعوه 200% من عدد التزاكر التي بعوها في العام الماضي ما عدد التزاكر التي بعها الطلاب العام الماضي يوجد العدد الذي 200% منه يساوي 40 أول طريقة عندنا لدينا طريقتين طريقة مخطط الأعداد المزدوج وطريقة كتابة المعدلة أولا الطريقة الأولى باستعمال مخطط خط الأعداد المزدوج نلاحظ أن الخط الأولين يبدأ من 0% وينتهي عند 200% الخط الأعداد الثاني يبدأ من الزير وينتهي عند 40 نقسم 40 divide 10 وال10 هو التدريج الممثل على خط الأعداد الثاني equal 4 إذن كل علامة تدرج تمثل زيادة مقدارها 4 في المخطط الثاني مثال يبدأ من الزير 4 8 12 16 وهكذا إذن نلاحظ أن 100% تساوي أحسنتم 20 إذن 200% من 20 تساوي 40 إذن باع الطلاب العام الماضي 20 تذكرة الطريقة الثانية المعادلة ليكن إن تمثل عدد التذاكر التي بعها الطلاب العام الماضي نكتب مع بعض المعادلة 200% ضرب إن بتساوي 40 نكتب 200% في صورة عدد كلي 2 N بتساوي 40 المعادلة عندي ضرب وبها مجهول هو N نقسم الطرفين على 2 أو ممكن نختصر الخطوة ونقول 10 N بتساوي 40 على 2 40 divide 2 equal أحسنتم 20 إذن 200% من 20 تساوي 40 إذن باع الطلاب العام الماضي 20 تذكرة نجم مع بعض نحل حاول أن تحل عدد الذي 300% منه يساوي 180 نجم مع بعض 300% نضربها في N يساوي 180 كده أنا كتبت المعادلة اتفقنا إن إحنا نحول النسبة المقوية إلى عدد كلي أو نضعها في صورة عدد كلي يعني نكتبها 3 N equal 180 المعادلة ضرب وبها مجهول إذن نحولها إلى قسمة إذن N بتساوي 180 180 over 3 180 divide 3 equal أحسنتم 60 نجم مع بعض نحل سؤال 13 page 193 ما العدد الذي 700% منه يساوي 1540 نكتب المعادلة وهي الطريقة الأفضل بالنسبة لنا 700% ضرب اتفقنا إن علامة الدوت هي الضرب N بتساوي 1540 اتفقنا للمسألة ضربوا بها مجهول هو ال N نحولها إلى قسمة أولا نضع النزل المقوية في صورة عدد كلي 7 N بتساوي 1540 إذن N بتساوي نقسم 1540 divide 7 نقسمها قسمة 1540 divide 7 و 15 divide 7 الففتين لا تقبل القسمة على 7 نبحث عن رقم أصغر من الففتين يقبل القسمة على 7 ونجد أحسنتم 14 إذن نضع في النيتك 2 2 multiply 7 equal 14 minus 5 minus 4 equal 1 ننزل مع بعض الفور 14 divide 7 equal أيضا 2 2 multiply 7 14 minus 0 يتوقع عندنا في المقسوم 0 نطلعوا في الناتج إذن N بتساوي 220 بكده يكون انتهينا من شرح الجزء الثاني من الدرس إن شاء الله تكونوا استفدتوا نستكمل في فيديو آخر درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم